في حوار جديد عن الرياضة هذا المساء نتحدث وعن بطولة كرة القدم العديد من التقارير المحلية وأيضا الدولية تصف هذه البطولة بأنها الأغرب والأكثر إثارة وبين الوصفين مسافة كبيرة فأن تكون غريبا ليس بالضرورة أن تكون مثيرا لكن أن تجمع بين الصفتين في بلد واحد وفي كرة واحدة هل هو الاستثناء الجزائري مرة أخرى نتحدث هنا عن بطل يفصله نقاط قليلة مع الذي يسقط من البطولة ونتحدث أيضا عن فضائح كبيرة تتعلق بالتحكيم ليست جديدة ولكن أهل الاختصاص يقولون بأنها تغط على اللعبة والمنافسة هذه السنة فهل هذا صحيح؟ سوف نتحدث عن بطولة كرة قدم لهذا الموسم مع الإعلامي الرياضي يزيد واهيب مرحبا بك يزيد مساء الخير قدر أهلا وأيضا مع الزميل محمد سليماني من فريق إعداد برنامج جهون الجزائر أهلا محمد مساء الخير قدر وزميلنا في الشروق في قسم التحقيقات الزميل عمر بودي مساء الخير عمر مساء الخير قدر محمد سليماني هل يكفي أن نقول بأنها بطولة غريبة ومثيرة هذا العام؟ ولماذا تم وصفها بهذا في محاور أو عنوين أساسية؟ أكيد قادة هو طبعا البطولة كما بدأت كما نقوله بدأت غريبة وانتهت غريبة البداية من الجولة الثانية بوفاة راحل ألبريو إبوسيلي أول مرة في كرة القدم جزائرية يموت لاعب يعني بسبب شغب الجمهور لأول مرة يخرج رئيسي صراح يقول أنه أنا ليدرة الفريق وأنه ليدرة ليكيب في صورة محن شريف حناشري أول مرة أيضا يكون فيها حاكم يفجر قضية تلاعب النتائج هو حاكم بيطان ومع من مع رئيس رابطة يعني كلها عوامل خلات وأيضا قبل أربع جاولات اللي كان يلعب على السقوط كان يلعب على البقاء في نفس الوقت يعني كلها ربما عوامل خلات البطولة الوطنية هذا الموسم تكون غريبة وعجيبة على كل مخيص يزيد واهب عندما نقول بطولة مثيرة البعض عندما يقرأ التقرير يقول بأن الإثارة أيضا في الناحية الإيجابية لا تعرف البطل حتى الأمطار الأخيرة من نهاية الموسم ولكن نحن ماش من الناحية الإيجابية ربما الكثير ينظر إليها بنحية سلبية لأن فريق كان على وشك السقوط في مرحلة الذهب وأصبح من أصحاب المراتب الأولى في مرحلة العودة كيف نفسر البطولة هذا الموسم؟ البطولة لي فاتت ما كانتش متيرة كما تحد العام بأول مرة حضرنا السنة رياضية متيرة منفضل تكون فرصة وحدة ويتكون الإثارة ومن قبلش ما تكونش الإثارة في سنوات عشرة الضربة لهذه الإثارة كانت عندها شيء إيجابي من الناحية أنه دنات شوية ترتيب النتائج نظر أنه قاعد الفرق على ربع مقابلات من نهاية البطولة قاعد الفرق كانت تنافس البطولة وتنافس باش ما تسقطش في القسم الثاني نظر بلي هذا شيء إيجابي لكورة قادمة الجزائية اللي هي عندها سمعة مش مليحة من هذا الجانب وهذا اللي خل العالم ينتبه لهذه البطولة اللي حتى واحد مرة وعرف البطل من الذي يسقط العالم كان من شغل بركب من هذه الزوايا كل فرق تقدر تكون حصر على البطولة وكل فرق تقدر تسقط ولكن العالم ما كانش يشوف الزوايا الأخرى لأن تعافون حشاكم تاكورة القدم ترتيب المقابلات الرشوة هذه الأشياء كلها موجودة في كورة القدم الجزائرية ولكن السنة هذه في نهايتها كانت متيرة لأن قاعد الفرق كانت تجري على هدف يحبوا قاعدوا البطولة وهذه أول مرة ما صرتش في مواسم سابقة يعني على مستوى تخطيطك وعملك في المجال الإعلامي تشوف باللي هذا العام 2014-2015 قد يكون الاستثناء حقيقة الاستثناء لأن ما شفناش بطولة كما هذه يعني في الآخر المشوار سيكون قاعد الفرق في هذه المستوى هذا عندها جهة إيجابية يعني كنا قاعد من شغلين شوفونا معنا بأنه شكو رح يخرج بطل وشكو رح يسقط السنوات الماضية خمسهور كما تخلص البطولة تعاف شكون البطل وشكو رح يتاح هذه المرة هذه السنين حتى الجولة 29 باش عرفنا ويفاق ستيف هو البطل وفارق بالعباس رح يسقط السنوات اللي فاتت قولك غير تبدأ البطولة من شوطها الثاني نعرف وشكو رح يسقط وشكو رح يد البطولة يعني هذا الاستثناء كان إيجابي ولكن ما يقدرش يغطي ضعف المرضود وضعف المستوى لأنه يطريق البطل تسمح لي قدام خرج بطل بـ 48 نقطة يعني كان لازم لوبرك يربح مقابلات دخل الديار ويجيب تلت نقاط من خارج الديار يكون بطل هذه الواتيرة هذه ما كانتش في سنوات المقبلة اللي فاتت سنوات اللي فاتت كانت لازم تربح في الضيار وتروح تجيب النقاط نقاط من بره اليوم تلت نقاط من بره تكفي باش تكون بطل الجزائر وأيضا المستوى المتقارب ما بين الفرق ومع الحاجة اللي خلتنا ما نعرفوه شكو هو البطل من الذي ينزل ربما تخلي أيضا تغدي الإشاعات اللي تقول كان ترتيب تاع مقابلات خصوصا كي يكون كان تقارب في النقاط عمر بودي ما هي ربما تاني أهم الأشياء اللي سجلتها في بطولة هذه اللعبة يا حقا بطولة هذه العام البعض اسمها البطولة المجنونة والبعض بطولة تنقضات يعني لما نشوف الأرقام مثلا من مائتان واربعون لقاء كان مائتان واربعون لقاء تعدل يعني التقارب في المستوى كان كبير كان فرق مثلا ملديت العلمة متأهلة في كأس إفريقيا في دور المجموعات ونزل القسم الثاني يعني لما نشوف أحسن هجوم أحسن هجوم أحسن هداف يعني بعض الأرقام وربما من جانب آخر نشوفه مثلا ملديت وهران ليعاد بقوة هاته السنة عنده أضعف هجوم وأحسن خط دفاع ويشارك في مشاركة قرية يعني الأرقام مولدت تعكس حقاتنا المستوى ربما لأول مرة أكيد في الجزائر هي فيها إثارة كان كلام كثير أيضا في الجولة الأخيرة حول ترتيب بعض اللقاءات للأسف دائما تبقى الأدلة غائبة في مثل هذه الأمور غائبة وأحيانا إن قدمت تعد غير كافية وتذهب بصحبها إلى المحكمة مثل ما وقعها العام محمد سيماني بلكن نشوفوا تقرير تلخيصي ثم نعود نعم مشاهدنا الزميل كريم بالعربي أعد لنا تقرير مفصلا حول أبرز الأحداث التي ميزت سنة الكروية لألفين واربعة عشر فين وخمسة عشر نشوفوا نعود البطولة الجزائرية هي موضوعنا هذا المساكن هذا تقرير الزميل كريم بالعربي حول أهم الأرقام هذا إذا صدقنا بلما نترجم البطولة الكروية إلى أرقام يمكن أن نفهم شيئا فيما يبدو أن حتى خبراء كرة القدم يحيروا مع البطولة في هذا الموسم يزيد وهيب أيضا ربما كنا نحكو على الجو العام قبل أيام من شرط ملف تحقيق حول الأموال المرصودة في بطولة كرة القدم التوقيت يخلي الواحد يقول بأنك تريد أن تقول بأن هذه البطولة تعلي فيها شكارة فيها الدراهم وها هو المستوى الذي يصلنا إليه بهذه الأموال هل هذه قراءة صحيحة؟ لا أنا كنا نحب أن نقول حاجة نخرج بها نقولها نكتبها هذا ما أقولش ملف هذا التحقيق هذا التحقيق حضرته حضرته حبيت أن نشره بش الناس الجزائرين واللي يهتموا بكرة القدم تكون عندهم نظرة على الأموال التي تصرف في كرة القدم أنا بديت برك منزاوية الأجور برك وأنا عندي يقين بلي هذه الأرقام من مدتهم مهمش أرقام حقيقية لأن نستلعب في الأرقام ما ديكلا روش ما صحوش هذه الأرقام اللي وصلت إليها أنت بمصادرك الشخصية أو المعلن عنها؟ أرقام رسمية الرسمية المعلن عنها من طرف النوادي لمدة 4 سنوات و 5 سنوات من بداية الاحتراف كل سنة ندير ملف هذا في كل سنة في كل سنة وندير مقارنة وندير مقارنة كيفاش السنة هذه مقارنتين مع السنين الماضية ودرت الحوصلة على الخمس سنوات هذه من زاوية الأجور برك صح ردت الفعل تعلمواطن البسيط حتى لأنه حتى كرة القدم فيها سياسة ردت الفعل تعلمواطن البسيط اللي يتبع البطولة وإلا يناصر فريق لما يشوف لاعبين يدوا أرقام فلاكية في الشهر 300 مليون وهذه الأيام نقرأ عن تفاوض رؤسة فرق مع لاعبين بأرقام تاني خيالية يقول يعني بطولة بهذا المستوى وأرقام بهذا المستوى كانت تناقض كبير يعني حتى في الشريع يقول لك 300 500 مليون الكرعي المعيز يعني مع أن تهم لا لا ما هيش ما هيش متناسبة قضى مصرح به مصرح به لهذا الملف هذا مصرح به كانت 13 اللعب يتقاضوا زوج ملايين وكتر وجوز من زوج ملايين كان حداش يأخذوا زوج ملايين وكريب حتى تلتة ملايين وكان زوج يأخذوا تلتة ملايين وزيد لها هذا مصرح به مصرح به 200 مليون 300 مليون 200 مليون حداش 200 مليون وتقدم وزيد وزوج يأخذوا 300 مليون وزيد القدام هذا مصرح به ولكن أنا عندي يقين باللي ماشي هذوم الأرقام الحقيقية كان يأخذوا أكتر يعني أنه ما يستطيعش كان ضرائب وكان ناس تحسب هذا مشكلة وحده أخر تعالى الضرائب وتعليق ضمن اجتماعي ما نمنفرغاش أما لأ لم يعلنوش على الأرقام الحقيقية ما يعلنوش لأنه واحد مكش محاسبة لأن الاحتراف أصلا الاحتراف باش يكون الاحتراف حقيقي لازم تكون يكون كنترك كيف يقولون لاديركسيون تقولون لاديركسيون تعلق الكنترول يعني تكون محاسبة في كل شي لما تدرام لازم يحسب رقابة صرف صحة في البلدان وين عندهم الاحتراف حقيقي ما يقدرش ما يقدرش نادي يبدأ سنة رياضية وكان ما تجوش للمورقبات تحسب له تشوف هل عنده الإمكانيات المالية لتسمح له باش يشارك في بطولة من الجولة الأولى حتى الجولة الأخيرة لازم يكون قادر عنها تروح تسافر مثال باش تسافر تحكم طيارة لما تخلص التذكيرات تاعك هذه البيئة تاعك ما تقدرش تسافر صح هذه الامراتيكة هنا في الجزائر ما كاش هذا الورغان دو كنترول من دو جيستيون قال أعطي لهم درهم وخلي يعني شوف هدو نوادي الشركات دو أسهم الشركات دو أسهم الأشخاص اللي في المجلس الإدارة تحهم يتحسبوا زياد على المعونات والمساعدات والسبونسور وهذا تاني حاجة واحدة سوق أخرى نحلوا باب حلنا عشر بيبان وحد أخرين يعني المشكل هذا النوادي هذا لازم تكون المحاسبة يعني يديروا البلان تحهم يكونوا البلان سينسير ويمضي عليها الكوميسار وكونت هنا نوادي هذه الشركات الشركات دو أسهم قارن في إفلاس قريب قارن في إفلاس ما ما ميدخلوش قارن ميشكو قارن ميشكو كيفاش يعني تقدر الدولة تزيد تمدد لهم لربع سنوات خرى تزيد تمولهم وهو ما راهم في إفلاس وعلى ربع سنين تعمل تسع سنين نكونوا في الاحتراف لطالة العمر تحنا تسع سنين تاحتراف تسع سنين تا إفلاس وهذا الدرهم هذا مين لغروس بارتي تاعد درهم تروح من التريزور سلي بوفا بيبليك اللي يمدوا الدرهم وكين كيفاش يحضر مع الأشخاص هادو مع الشركات هادو هادو لازم يوقفوا وراحين يوقفوا عنك العدلة باش يجيستفيوا ويكسبريكوا كيفاش رحوهم فايت ويتعقبوا كيفاش انت اليوم واحد شركة مفلسة باش تقولها أغلقي الريديو تاك تتزيد تقوله روح نزيد لك ربع سنين نزيد كمل في هاد الواتيرة هذي صح صح باش نغلق هاد الملف يزيد واهي بسؤالين شكون هو أغلى لعب في البطولة الجزائرية ما نقدرش نعطيك اسمه نقولك بلي يتقضى 340 مليون سنتيم شهري 440 مليون أغلى لعب المصرح به المصرح به المصرح به المصرح به المصرح به بلك شعلي يكون يديه غير مصرح به يقد يوصل 700 يوقع الكين اللي راه يديه قربة 500 مليون سنتيم شهري 500 مليون 500 مليون نصم اليوم لعب دولي هذا سيازة دولة شه دولة هذا اللي يديه 340 قوله قريب دولة شبه دولة شبه دولة بكاش الناس رؤساء فرق تصلوا بك بعد نشر هذا التحقيق وقالوا لك تفضح فينا بالأرقام والأموال لأنه الجزائر يخرب له فيه كل شي إلا ما عاد يجيبوا المسألة تعدرهم لا لكن رئيس واحد كان رئيس تصل بي وقال لي هذه الأرقام ماهيش أرقام حقيقية لأنه هو شغل في نادي كبير نادي محترف قال لي هذه الأرقام هذه مزورة خرجوا هذه الأرقام ولكن حقيقة يتقاضوا لعبين أكبر 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 معليش هذا الاتصال هذا مليح وأكد لك وش كنت تقول لا 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 قادة لكن عرف كما أغلبية الزملاء نعرف كما الجمهور نعرف لي هذه الأرقام هذه ليش الأرقام الحقيقية صحيح بالعودة للبطولة سليماني الكبار ربما استثناء وفاق ستيف هذا العام وفاق ستيف المدر بن تعو خير الدين مضوي هو واحد من ثلاثة لم تمسهم المقص على هذا العام هذه هي النقطة اللي حبيت نروح لركل 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 للمربط الفرس قادة هو الاستقرار هو عامل نجاح في كامل الفرق والمثال رهوبين نروح نشوف وفاق ستيف احتفظوا بمدور وأصبح حسن مدرب في إفريقيا والنتائج بطل إفريقيا والنتائج شهد الأدريك وتوج به البطولة هذا الموسم أيضا كان عبد القادر العمراني كان مع مرودة بيجاية ونقدهم السوقات الموسم الماضي احتفظت بالإدارة قدم مستوى فائز بكاس الجمهورية وتاني في ترتيب العام كفالي أيضا في مرودة ورنغل وأنه كفالي جاف بعد الجولة الثالثة على المعتقد حسب الأرقام كان 38 مدرب سقطوا هذه السنف يعني تم تغييرهم في خضم المنافسة نعم ربيطاتين الأولى والتانية أيوة نعم يعني كلها أمور تخليك تشوف أنه هذا الفرق اللي يقول له بين قوسين كبيرة أدت موسم كاليتي كما شابيب القبائل الدول عليها أكثر من أربع مدرب ساعة 38 دائما صحافة تطرح تقول فلان رمل من شفا فلان ذهب إلى الفريق الآخر حتى الشروط يعني ندخيله بأن المدربين يتعاملون مع البطولة الوطنية على أنها مصدر دخل ما يشوفونش الشروط المحيطة بإمساك فريق على المستوى الفني ولا على المستوى المنافسة هي بين قادة أسأل أندي همان يديروا هذا الأمر وهذه المشاكل خطر إيس النادي باش يمتص غضب الجمهور وشي دير وما يبدلش فهمت يعني هي سياسة تحهمها سياسة تعيد ضحي بالمدرب ورانا شفنا في القضية تعابروس لما الرئيس قالهم أنا ليدرت فريق وأنا ليدرت حتى المدربين الأجنبيين ما يقدروا يعملوا في الشروط أو في الظروف اللي رأي هنا في الجزائر يعني بكل صراحة لهذا شفنا النتائج اللي خرجوا بيها هذا الموسم عمر بودي أنت درت تحقيق حول البطولة وكواليسها الأشياء اللي شفناها الآن كواليس تعال الكواليس كيف نظرت إلى هؤلاء الرؤساء كيف يفكرون كيفاش يسير الفرق انتاحهم يا صراحة في قسم التحقيقات ربما هذا أصعب التحقيق لأن الرؤساء كما يقولون زون بول جو يعني ما حبوش يتقبلوا الفكرة تعقانات ترافقهم وتكون معاهم في الكواليس ربما الرؤساء الفرق ناخدوا مثال برغم أنهم أبطال الكواليس هما يعني الأبطال الأوائل تلك الكواليس يقال حكذا مثلا كنا في لقاء لأثير عليه الكلام كثير هو لقاء تحت الحراش نصر حسين داي البعض قال تكلم أيضا عن ترتيب اللقاء توجهنا المكتب لرئيس محمد العيب يعني في البداية رفض الحديث رغم أننا يعني أعطينا الفرصة بشي يبرر هذا طبعا نتحدث ونشوف لقطات من التحقيق الذي قمت به وبث على القناة أكيد هنا نشوفه مع الكواليس مع الحكام يعني حاولنا نكونوا في قلب الحدث مع الحكام وكيف يحضروا اللقاءات صراحة يعني كين ظروف كل ظروف قبل الحكام الرؤساء تحديدا يعني كين رؤساء يعمرون على فرقهم يوضحون كما قال محمد سليماني بالمدربين يستطيع يغير كل شي ولكن لا يتغير هؤلاء الرؤساء يعني كيفاش يعني كم عددهم هل هكذا هو التفكير باش تبقى رئيس ناجح هي الأكيد نشاطر الأخ سليماني يتكلم على السياسة الرؤساء في الفرق يعني يشوفوا مثلا ناخدوا رؤساء يغيروا مدربين ونفس المدرب يعودوا لنفس الفريق يعني هند لماذا في المرة الأولى نحيتوا وبعد تعاود تجيبوا مرة أخرى هل ديتاني شخصية المدرب نبهنا نعم نحينا شخصية المدرب نحينا باش نحينا وتعاود تردن يعني وأيضا نقوم معا دائما رؤساء الفرق يعني نما نشوف المدخيل والمصاريف يعني نولي الكلام تعال الأخ وهي يعني كيف تصرف أموال كبيرة على فريق وتلعب على تفادي السقوط يعني في البلدان ربما متقدمة الاستقالة هي الحال في هذا المجال ولكن يبقى هل كيف رؤساء فرق يستقلون في الجزائر النموذج الأشهر محمد شريف حناشي استقال وعاد ثم استقال ثم الشارع خارج يقولوا له اذهب أو ارحل يعني ثقافة الاستقالة يزيد واهب في البطولة تحديدا الرؤساء الفرق تشوفها بالغائبة تماما مكاش مكاش ثقافة هذه مكاش ما عندناش يعني باش تصيب رئيس نادي ليستقال من وحده حبقا نستقل ومشا مكاش قريب مكاش مكاش في شمبينات اللي بريزيدون قاعدين يجي ما يقدرش يروح يقول لك العمل جاي نزيد ندير خير ولكن هذه غياب 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 استراتيجية في نبوة على الكلاب تخلي هذ اللي بريزيدون هذو يتصرفوا بهذ السيرة هذي كأنها ملكية خاصة يعني الفارغ نوادي نوادي يعني ملكية خاصة عندك ما هي تيونس وسياسة ولكن ولات كلاب بروفيسيون درك ولكن النوادي هما استطر داروا نادي تصوروه كما هما يهضروه كورسيك هما النادي ما يفكروش باللي ممكن كي دير سانة ماشي مليحة وتسلك مثال من السوق روح عندك فرصة باش تخرج نضيف وتراح ما يقدرش يروحو المقبلة هذر زميل على المدربين اللي استوقيلوا وراحو واللي ما عندهم شخصية ماشي ما عندهم ممكن ما عندهم شخصية لكن ما نقدرش نقول عليهم قام ما عندهم شخصية أشخاص عندهم الفرصة اللي في بلاستهم ولكن لازم نشيروا الحاجة أنه شوف اللعب عنده كونترا اللعب عنده كونترا اللي بروتيجي يحطوه في الليغ يخلي عنده يقدر يرسل به لفيفا وكن يخرج له مشكلة المدرب ما عندهش كونترا الرابطة ما تدرك كونترا تاع الانتينير يحطوه باش تحميل حقوق تاعه الانتينير يخدم كل هذا كل احترام يحط كاجو تاع العنب في الزنقا وكيخلص يروح يجي يخدم صح ما عنده حتى كونترا على ما يديروش كونترا تاع الانتينير انا نظن بلي باش هاد يعني اين سوليسيون باش يحبسوا هاد الرنفوات تاع الانتينير يدير مات شنو يخسر يحوزوا يكون عنده كونترا اللي يحميه وكن تحوزوا يجب تخلصوا تنديم نيزه ركشوف هنا هاد العام السنة هادي الهد السنة هادي فريق انجليزي توتنهام كن عنده هذا كشيروود مدرب حبسوا خلصوا فيلاسبوراس كن عندهم مقبل في توتنهام ملقش بهم مدروش به مدروش به نتيجة طاولوا تعاويد إلاوا ليسانسي طاولوا تعاويد هذا كرح مشاوا يخدم في الروس درك ولكن تعاويد بتاعوا دارب عملين ونص أورو لأنك يديروا العقد للمدربين للإنسان يديرون باش يحوي نفسه نعم وكانت تحوزون بأي سبب يعني موضوعي يستكي بك ويقاضيك يستكي هاد العام العام اللي فات في فرنسا برك موناكو كان عندهم مدر بيطالي رانيري قالوا له خلاص ما نجد دنوش العقد دروح نحبسوكم كان مازال كونترا أعطاولو قرابة زوج ملين ونص أورو ماشي والو وكان ما يمدوهم شمو ما يتعاقبو اختيار تحوزون قال نحبسو خلصو لكن هناك يتحبسو وما تخلصوش ما تندمنيزاش وقدوا تجيب واحد أخر ولا ما مشو تجيبوه وتنحي وما تمتش وكان كان قانون باش الكلاب ما رسبيكتيش الكنترا ولا لانترنا ما رسبيكتيش الكنترا كان خلصها سواء الانترنا سواء الكلاب صحنا ما عندناش هاد يبلي مدربين يستعملوا الحق القانوني التحهم باش يدافعوا على حقوقه يعلم اراه عامل المدربة وعامل ما عندوش الحقوق ما قدرش يدافع على رحول بيه ربما لان البطولة تعنا رؤساء الفرق في الدهنية التحهم باللي مدرب يدافع عن حقه حتى اللحظات الأخيرة ويستعمل قائل وسائل قانونية ربما رح يهمش من من اختياره للتدريب خدا خدا في التسعين قبل قبل أربعة وتسعين كان كيش يقول السيستام تعالي الترانسفير واليصالير تعالي اللعبين في أوروبا وفي العالم كان السيستام خير السيستام اسكلفاجيست اللي اسمه اسكلفاجيست كان بكري في الستينات سبعينات وين اللعب كينضي لليسانس تعاليولولا ما يقدرش يغضر الفريق حتى يخلص حتى يقول 34 سنة يقول يقول يروح يمشي ثمانينات ولا الجور عندوان كونترا أربعة سنين خمس سنين تلسنين ولكن جدت 94 لعب بلجيكي صار له مشكل ويلعب في بلجيكا ومعضر حمشا فرنسا نادي تاني صار له مشكل معه رفع دعوة قضائية والقانون تعال تعال اتحاديات وتعال اتحاديات دولية واتحاديات وطنية يمنع لك تروح لعادلة كنت تروح لعادلة يحبسوك مازيش تمرس مسؤولية في كورة القادمة ونتلعب رح لعادلة العادلة أعطيت له حق خرج باسمه ذاك اللاري بوسمان اللعبين اليوم ترفهوا في خاطر ذاك اللعب اللي راح عيش في حالة يرتالها ولكن اللعبين من بعده كي جاب ذاك اللاري بوسمان خرج عطالهم الحقوق كان سابقة سابقة اليوم كيفاش انت لعبين محترفين عندهم دي كونترا مدرب محترف أنا ما عندوش كونترا على غير مدرب شخص واحد دلوا الكونترا تاعه هذا كما كيش في القانون كونترا تعالونطينا نعنتها أنا نقول كأنها نية مبيتة باش هذاك الشخص تحتقره وما عندوش حقوقه والضحي به في أول منافسة وتقدبوك كبش في داء إذا كان فشلت السياسة يا تغرى إذن لا بيستفدو منها رؤسة الاندية قاد حبيت نضيف حاجة برفع الكواليس أنه رؤسة الاندية في كل مرة يقولوا أنه كين كواليس ولكن زعمهما خاطهم مثلا في المباراة الأخيرة كان يقولوا إحنا خاطينا الكواليس وهدو يلعبوا الكواليس وهدو 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 الله أكيد لو كان مشاركش فيها مقبل ولما كانش واسيط ولما جلسش قدامهم يقدرش عرفها نعطيك مثال لو كان مشاهد لو شوفينا لو كان ما يدخلش لنا ما يقدرش عبلي كين خرجمنا وكان يدخلها منه يعني هذا أمر أنا ببور مو يبيعوا رحم برحم باللي كين كواليس وهو مران طرف فيها وفي كل مرة يمسحون قضايا سليمان القضايا تعليل كونترا تعليل المدربين تخصغل المدربين الجزائريين هذا مش كونترا لأن المدرب الأجنبي كي يجي هنا أو للعب الأجنبي يمضيوا معها كونترا يحطوه وكما يخلصوه يحطوه في الفيفا ويدي دراهم بزاف المدربين الأجانب اللي جاء وخدمه دعوا حقوقهم هي مشاور لفيفا كيفش تقبل أنت مدرب الأجنبي يكون عنده كونترا ويخدم هنا والمدرب الجزائري ما عندهوش كونترا هذك الجزائري تقدر تحقره ودير فيه وش تحب ولكن الأجنبي تقدر تحقره لكن يروح لفيفا ويدي حقه وكيفش يديه لفيفا تخرج قرار إلا صابوا باللي حقروه دولة الحقوق تخرج قرار تبعتوا الاتحادية نحضرها من الأموال لأنه يتعاقب بطريقة رضيعة راح نحكو في كلمة أيضا عن العلمة وعلى التحكيم لأنه كان كلم كثير هذا الموسم ولكن الموسم هذا كان فيه شخصيات بارزة وشخصيات ربما أثارت الانتباه محمد سليماني يعود إليها في هذا التقرير ونعود للنقاش محمد سليماني وزع الأوسكارات والفيلم انتهى والبطل ظهر ما كانش بين بطل بطولة جماعية إذا كان ندينها بالمعنى الفني سليماني أيضا العلمة مولودية العلمة كانت على مفارقة في البطولة هذا الموسم مفاجأة أنا شخصيا تفاجأت لسقوط مولودية العلمة أعتقد أنه أحسن فريق يلعب كرة قدم هذا الموسم هو وجمعية واران أنا شخصيا نشوفهم هما ليقدموا كرة جميلة كما قلت قدم قبيل عندهم أحسن دفاع أحسن هجوم وعندهم أحسن هدف البطولة هو وليد ديرارجا تأهلوا دورة المجموعات لكأسهم ربيطة الأبطال الإفريقية يعني يلعبوا على منافسة قارية يعني مفارقة وتناقض عجيب وغريب أرمى بها للدرجة التانية نقوله أيضا أنصر موديت العلمة اللي كانوا قاموا بأعمال شغب بعد السقوط مباشرة نقوله بليك عندكم فارق إن شاء الله يعودوا يرتبوا أمرهم ويعودوا يقولوا بقوة العام إن شاء الله مودي كيف نطرت إلى مولودية العلمة هذا العام؟ أكيد شاطر رأي سليماني يعني العلمة فارق يعني يمتع كي تشوف العلمة تلعب مثلا تقصي ندية تونسية معروفة تشارك فاسي فريقيا وتتأهل دور المجموعة أمر ليس أمر هيا ربما الآن المشكلة سيكون هل نفس الفارق راح يشهد يعني ذهب لعبين هل ستبقى سيبقى ستبقى نفس الركائز هذا هو المشكلة راح يكون الرئيس هرادة إذا بقى على رأس الفارق لأن كلام كثير يقال حوله هذا الغيام نعم ضغوط من طرف الأنصار أكيد لما تشوف العلمة والقسم الثاني مثلا الموسم المقبل راح يكون قسم فيه العلمة فيه شلف في العباس بارادو وليسعد فيه إثار عندهم لعب دولي تاني الوحيد قادر في المنتخب المحل الوحيد في المنتخب الوطني هو نحن نأل حراسة طبعا يزيد كيف نفسر العلمة وش صرالها هذا العام سيضان حادث حادث مرور برك لأنه صح عندهم المستوى باش يقدروا ينفسوا على البطولة لكن في كرة القدم كان أشياء لما تقدرش تقننها العلمة كانت ضحية ممكن بعض الأخطاء تحكيم ما نقدرش نقوله السقوط يعني كان كيفش يقوله منتظر روفو كيبار اللي إزالي ضرب يطلع جلا ولكن نقوله بلي بينوا في السنة هذي باللي فريق عنده مستوى وأنا عندي قناعة بليكن يخلوا اللعبين هذو تحهم والإدارة تحهم يعني بنفس التيم هذا ممكن يعودوا بالخف يعودوا بالخف ولازم العلمة تعودوا لي لأنا من نسوش بالعلمة عندهم مركب لبس به بلك بقى الملعب الواحد اللي قعد العشب الطبيعي أكيد إضافة الملعب قصنطين هم الملعبين يعني خسارة كبيرة وكن فريق العلمات يعني تزد يسقط ما كفتناش راح فرق كما عناب مزات لمسان راحوا فرق كبيرة لمسان سقطت إلى بطولة الهوات يعني ويدات الامسان كان اسم كبير في كرة القدم ولكن باش نكونوا متفاعلين بارك نقولوا للعلماء بلي جارهم مصطيف في السنوات الثمانينات كان في القسم الثاني شارك في كاس إفريقيا للأنديات على ذاك الوقت وربح يعني ممكن التاريخ يؤيد نفسه مع العلماء أيضا إن شاء الله انتم منولهم المهم والرجوع سريعا للقسم الأول يعني العلماء في السنوات الآخرة هذه برهنة بلي فريق عنده بلاستو باش يلعب وينشط مليح في القسم الأول طيب الملف الأكثر زيادة على الأبطال نسألك يا زيد واهي بل الأشخاص اللي ممكن نديروهم كأشخاص أثاروا الانتباه ربما ما نشعرف في الشخص اللي ينجح أكثر ولا اللي يفشل أكثر الأسماء كثيرة في عالم كرة القدم سليماني قلب اللي روراو يقدم نفسه على أنه مسؤول عن فريق كرة القدم الفريق الوطني فقط قرباج استقال وعاد عن استقال 77 ألف مرة لجنة الانضباط شفنا أيضا لجنة الحكام كانت بيطام قيت هذا العام دارت يعني الحدث الأبرز من هم الشخصيات اللي تشوف باللي برزت في موسم 2014 2015 على مستوى التسير صعيب في الأجواء هذه صعيب يعني تختار الشخص لأن مشاكل كبيرة يعني في كرة القدم من ناحية التسير ربما اللي يفشل في مهمته باش ما نقولك شي اللي ينجح أنا نقول ما كاش اللي ينجح 100% ما نقولش كون فشل ولكن نقول ما كاش اللي ينجح في المهمة تعوم 100% لأنه إلا كان هذه السنة كان الشخص والشخصين اللي ينجحوهما رح ينصيبهم في المحيط على المدربين خير الدين مضوي وعبد القادر عمراني يعني داروا مشوار لبس به مدربين وطنيين كف في زوج قادرين وهذا جواب للناس اللي شكوا في كفاءات على الجزائريين خير الدين مضوي حكم ستيف ماشي فريق سهل فريق اللي يلعب على البوطولة كل سنة وقدر يدير لباري تاعة ستيف ربحت الشامبيون درجيري هذي العام رح تطلق بدرجيري مشات في دارة مشوار مليح وربحت لاليك دي شامبيون ماشي حاجة سهلة ضنبلي لازم ندير طيقة في الجزائريين الكفاءات المحلية كينا بركلي ما حبش يشوف فيها يعني يشوف فدرك نقولوا مثال ما كانش لعابين يعني يحكموا يحكموا على لعابين غير مزاوية المستوى تعقاع الفرق كينا شفنا اليوم في العلمة اسخطة القسم ثانية عندهم زوج لعابين نبس بهم شمنيحي مع دراجة ممكن عندها عام عام ونص الناس ما كانش تنتبه لهم ولكن بالخدمة بالرفع المستوى تعال فرق تحوم هم بانوا يعني كينين لعابين ما تقدرش تسيب انت عشرين لعاب دو مستوى عالي في سنة ولكن كي تسيب واحد زوج في سنة فيها كفاية لانا مشوار تعال لعاب ره يروح من خمس سنوات لتناشر سنة لعاب تعال مستوى عالي عمر ايضا تحكيم هذا العام ماذا أصاب التحكيم انت اللي قمت بهذا التحقيق وايضا كنت درت حوار حصري مع بيطام بعد مباشرة الحادثة الآن هو عقب بقرار من المحكمة طبعا ماهوش حكم نهائي على ما اعتقد يعني ماذا أصاب التحكيم هذا الموسم لو نلخص للمشاهد يعني لو نتكلم التحكيم فقط للشخصية اللي أنا شخصيا عجبتني في التسير ربما نقدر نقول الرئيس فارق اللي قدر يعاود يارد الفارق اللي هو مولديت الجزائر يعني كان ساقط في مرحلة ذهب حداش النقطة الجميع قال مولديت الجزائر انتهت هذا الموسم ولكن كان في المرحلة العودة أعادها من بعيد نقول لنقطة التحكيم قضية بيطام ربما نقدر نقول ذر اللي رمد في العيون أو هي لأنه ما راحش بعيد يعني تكلم بيطام ولكن ما مدش أدين لا ما تكلمش ما مدش الأشخاص تهم شخصين اللي هم قرباج وحموم رئيس الجنة التحكيم ولكن القضية ما راحش بعيد يعني أنا شخصيا اتصلت بها حتى في جزء الثاني لهذا التحقيق يعني قلت له إذا عندك أدلة ممكن في التحقيق الثاني تقدر في ذلك ولكن للأسف بقعت دائما قضية أسألت كثير من الحبر ولكن ما كانت شو بأنه ضخمت القضية أم أنها كانت بحسب هي ربما منقوش ضخمة لأن الحادثة في حدتها كانت فريدة من نوعها يرامل القميس في لقاء مشاهدناهاش في تاريخ كورة القادمة الجزائرية ولكن للأسف الأدلة لحد الآن مشاهدناهاش ودائما يقول أم تلك الأدلة لم نراها فقط مع التحكيم هناك قضية معاقبة حكمين يعني لأول تهم شخصيا الحكمين شكري بشيران ورزقان بالرشوة يعني كان قبل لقاء شباب قسنطين ونصر حسين داي اتصال هاتفي بهدين الحكمين يعني أشياء هل هي باضرة حسنة حتى نقضي على الرشوة أو هي فقط من قوسين كما يقولون الحوت الصغير وما شفناش الحوت الكبير الأيام خليل المقبلة لما شفنا التحقيق وكأنه أنت وريت الكواليس كيف يستعدون وغيرها طبعا لا تستطيع أن تظهر الاتهامات الخطيرة التي توجه لأنه مجالها ما زال ما وصلنا لهاش الحكم زاد فقط سمعته طرف في هذا العام من طرف المناصر الجزائري ومن طرف رؤساء الفرق وغيرهم أنا صراحة الجولة الأخيرة عشتها مع الحكم لما نرى لقاءات تنتهي بتاعدل يعني مثلا جمعية شلف نصر حسين داي جمعية شلف ربما في وقت سابق أو أندية أخرى الحكم يعني ما كانش له دخل مباشر في تأثير في النتيجة وزيد ذلك شفنا حكام شبان يعني بن براهم شفنا حكام قدر يفرضوا نفسهم هل هي أحسن من سنوات سابق ربما يزيد وهي بيقدر أعطينا أكثر هل فقد احترام والتحكيم ولا هي ظاهرة عادية موجودة في كرة القدم من زمان ما نستطيعش نحكم عليها دليل ولكنها موجودة أفسد طبعا الرشوة بلا من نمد أسم الأشخاص لكن نقول باللي الرشوة حقيقة في كرة القدم تلاسات كينا الرشوة دي كينا خافوا شبنا ليقول بلي مكاش رشوة في كرة القدم إما هو حشكو مرشي ولا مرتشي لي أنا اعتقادية بلا من نذكر الأشخاص يعني هذي يقول لك راح جيبلي جيبلي لبراف وكي مميجو لبراف مكاش صدير درك كان دنبونيتي نستخبع يعني القضايا هذي اللي طرحت هذي العام هذي كيما تعبيطاني مثال وكان طاحت في بلاد أحد أخرى كنت ترويج تحاكم كبير والعدلات تدخل أنا ما كان ولو يعني الناس يقول لك لماذا حاجة تغير خلي نكملوا نكملوا هكذا ولكن أنا قول لك باللي الكوريبسيو في الفوتبول الأرجيريو لا يوجد لنظام وما زال هذي بلزان يقدمها ولي يقول بلي مكاش الكوريبسيو وشندي حربوها الفساد كيف نديره بش نحاربوها من وجهة نظرك تغيرها بعدة وسائل وانا أقول لك باللي كنت تحب تحارب هذه الرشوة غير بالنصوص القانونية هذه ما تقدرش لأن الرشوة يديرها يديرها عباد أشخاص أشخاص هم الأولين اللي تذهجمهم وتنحيهم وتقدمهم العدلة أنا كنت تدير النصوص هم النصوص يدوروا بهم يلعبوا بهم ما يقلقوهم مش النصوص هدولي كينين ولكن الكوريبسون رأيه هنا كما داروا ما صابوا لهاش حل اليوم لازمنا طاقي والعباد اللي يراهم والصندر تعل هذا الفينومان تعل الكوريبسون كينة الكوريبسون في الفوتبول ما شغل إحنا عندنا بارتورك شوف الفيفا الفيفا يعني الفاضحة كبيرة ما نقدرونش نقولو لا لا السكتو ما كاش الكوريبسون كينة اللي عايش في الفوتبال يعرف الكوريبسون كينة الكوريبسون بارفو ما شيت غير بالأموال بسكو إحنا نظنو الكوريبسون هدي أعطي له الأموال كم الكوريبسون مورال واحد يعاون واحد يعاون ولكن يفوصي الريزلطات يفوصي نعطيك مثال عندها سنتين نادي محترف ينشط في القسم الثاني الشباب تيموشانت كانوا عندهم مشاكل داخل البيت مقدرش يكمل البطولة بصيفة انتظامية حبس خلزج مقابلات ديكلا رافور فيه مقابلات أخرين كان يبعث الليجون تعوي اللعبه هذا الكمورت ليس هذا نحن لا ندخل علىه لماذا نعرف كانوا مشاكل داخل للنادي لا يخل يمشي مسيرة نورمال في البطولة خسر البطولة واذا يدروا واذا يدروا يدروا ويقدر مثال كما تيموشانت يزيد يصر العمل جاي لأن الرابطة أخداش بعين اعتبار هذا المثل هذا المشي مليح باش قال ألافنير مزيدشو بشرا مشاكل كما تعتموشان لازم ندروا قوانين وكان فريق يكون في الحالة هدية نمنعوه بالمشاركة في البطولة لأن في القوانين قاعدها كورة قدم كان واحد التركي يقول لانتيغريتات لها كومبيتيسور لازم تحترمها كمس قولتا لازم تحترمها لازم إنسان نادي ليشرك يكون عنده إمكانيات باش يشارك من البداية لهاية البطولة ما يقدرش يدخل ومعد في جولة أو الجولتين يقول لك أنا ما نقدرش للعب ما نبعش الفرق تا يلعب لها لأنه عندي مشاكل مع اللعب إلا ما لعبش مقابلة أو كومبيتيسور وخسرها لأنه لي ما يلعبش معه هو الدان نقاط بلا ما يلعب وكان فرق لي تنافس هدك هنا يزيد نشوفه بلك الرابط الوطني تسمح لي يا عمار الرابط الوطني هنا تشوف تخلي المسائل الجوهرية في التسير كما هده اللي قلتها الآن ومسألة العقود بالنسبة المداري بين جزائرين وتروح للويكلو لجهة سهل تشتهد غير في الويكلو قال يوم دروه الويكلو هكا والله برشان فان دروه تتفادر مشاكل تعال عنف في الملاعب وغيرها كان مزاف ويكلو هذا العام 58 مباراة في الرابط الأولى وتانية ومشي حل لنشوفه العنف ويزيد لو كان هذا الويكلو قال نقص من العنف ولم عليش أو نشوفه وغير يزيد أو من كل مباراة وغير يزيد يعني أن الويكلو يعني كانت تناقض البطولة هذه مغلقة في حين أن الكرة القدم الشعبية والشعب الجزائري يحب كرة القدم ولكن معظم المقابلات تجرى بدون جمهور هو الحل الأسهل عمر فقط يعني في هذه النقطة بما نتكلمه على كواليس تحكيم هذه السنة كان فيه إجراء هو تأخير تعيين الحكام يعني في الجوالة الأخيرة الحكام كنا موالفين 48 ساعة قبل اللقاء في موقع الرابطة نشوفه ما كانوا من الحكام لتعيينه ربما هذا القرار كان طرفين كان طرف يقول لك بلي قرار مثل هذا يعني دليل بلي ما عندناش ثيقة في الحكام وكان قرار يقول لك ربما يقدرين نقص الرشوار إحنا كنا مع حكام يعني ألافا يديو ماتش ما لابلهم شونا مرحين اللقاء لي يديروه وهذا كين بعض الأطراف ولكن هل هذا يقع لقع المباريات قع لماتش ولا كين مباريات يمكن يعرفوها ما وشرطين نشروها في موقع الرابطة بس على بل بل كاش حكام يكون على بلهم بلي عندهم الماتش كذا لا قاد أنا لعدي المسكين بالخميس يديروا كانت لفرصة باش نعرف بعض الحكام رح يديروا مقابلات لازم شفافية باتها يعرفوا يعرفوا باللي كيفاش يعرفوا قادة لأن لي يدير لي يدير القائمة تاع الحكام ممكن ممكن يمد الخبر لبعض الأشخاص يقولوا مقابلة هذيك أو شكون يدير فلانو فلانو هذك الخبر هذك هذك الخبر كي الناس يتبزنس به خدي بيها سوار كيف يمنعك باش تخرج كما كانوا يديروها تخرج القائمة على الحكام اللي حين يحكموا في يوم السبت أو يوم الجمعة تخرجها بالتنين ولا بالتلاتة تخلي الحاكم يحضروا لأنه كيف يتخرجها هو يدير يدير يجي ماتش بالجمعة انت تعطي له نهار الخميس في الليل تمدلوه في السيت في الأبوات في الميل الميل لديزينياسون السيدي هو وره هنا هو نقوله من عفنا من تيزي وزو وتبعته انت باش يدير الماتش في تلمسان فيش رح يدير نهار الجمعة ينوضع زوجة العصباح يحكم كائن طيارة هنا يعني غير منطقي حتى القرار يعني شفا فيها مد مد تلتي ايام اربع ايام مسبقا مدها الأقل تقطع الطريق بل بزنسة بالخبر انت تبع الحاكم تشوفه عنده شكون يكون تولي كيف يدير مقابلة ماشي ملاحها مايحتروا شنقاط ملاح ولكن تخلي احترى الخميس في الليل زعم واحد ما يعرف نهار شفا فيها واحترى رفعية لكل حال غير مباشر بليك بوجود بزنسية سليماني اين وصلت الكرة الجزائرية في خمس موسم للاحتراف بشو نهي النقاش ولينا خمس سنين قبل ما كنا في الاحتراف حسب رأينا كان لي حديث مع سيد محمد المشرار اللي نحيه بالمناسبة كانت تكلمنا قال لي قلت له ما تشوش باللي كانت تسرعنا شوية ودرنا قانون الاحتراف لما كنناش مستعدين له قال لي قال لي الكرة الجزائرية كانت لازم لها هاد الخطوة قلت له اهم عليه صح كانت لازم نخطو بصح وراء وننتائج رأنا كنا نحضر مقبل على تغارات قانونية بسيطة نمو يا زيد هذي اللي قلنا تع المدربين وتع مسألة فاريق عينتي موشد وما قدرناش نصلحهم وما قدرناش نشتهدو في هاد الأمور وراح نشتهدنا غير في شركة ذات أسهم وجوار يدي 300 و 400 مليون وخلينا مسائل ربما اللي تكون بديهية وتكون لازم تكون في الاحتراف باش الكورة الجزائية او مو ترفضر حارنا نشوفوا الآن ما كاش فاريق عنده مركز تكوين فاريق الكبير في الجزائية شبيبات القبائل أكتر تتويج ما عندهش مركز تكوين ما عنده مقار محترم ما عنده ملعب تاعه شعادنا وحنا ستنو الملعب تاع تيزي وزي وجد مازا موجدش شعادنا وحنا ستنو ملعب تاع وهران ومع لابناش إلا يروح البولودية وهران ولا يروح يكون تابع للولايات يعني أمور بين بسيطة ولكن مهمة وواضحة تفضل عمر إلا كان حاول تقييم هل تحول الاحتراف إلى انحراف وش فقدت الكرة الجزائرية أو ماذا استفادت ربما في الفترة هي أظن لابد يكون الاحتراف الذهنية الذهنية نغيروها كأن بعض المسؤولين ربما يعني تعمر في فريق لسنوات والنتائج ما كاش لابد تترك مكانك لأشخاص أفضل وحتى في المنشآت يعني لابد نشوف منشآت تليق ببطولة أكيد كانت حديث عديد الحلوسية الإعلام في العالم تحدث عن هذه البطولة ولكن إن شاء الله تتحدث على أمور أخرى يعني تقول نشوفوا لقاءات ما نشوفوش 58 لقاء دون جمهور ما نشوفوش 34 في القسم أو 24 في القسم الثاني بدون جمهور يعني تفقد نكاتها اللقاءات عن أي بطولة محترفة نتكلموا لما نشوفه النوادي الأجور لائبين مرتفعة ونتائج غائبة يعني عن أي أمور أيضا لما نتكلموا عن تهرب ضريبي هناك أندي لحد الآن لجوار يعني كنا أيضا قمنا بتحقيق في هذا الإطار يعني ما هو مش ضمن اجتماعي مش مديكلاريين يعني ربما لازم نغيروا هذه العديد من الأمور حتى نتكلموا عن الاحتراف بعد خمس سنين ربما الأمور أكيد كما قلوا لنا شوية اللور ولكن لابد نغيروا الأمور ما نخلوها القوانين أنت تشوف الدهنيات المسألة الأساسية يزيد نختم معك الدهنيات هذه وين توصلنا وين رهد الكرة الجزائرية آه الهوية الهوية أنا ما عندي شك نكمل هذا نكملها في هذا المسير هذه ما نخرجوش شوف على البيلان تعالى خمس سنوات من احتراف نعودوا نشره نشره الكايد الشارج كايد الشارج ونشوفو وش ندار وش ما ندار كاين كايد الشارج بش كان دائم المحترفات تخلق وتنشط كايد شارج هذا بداخل نشره ونشوفو وشにدار وش ما ندار منه كاين كايد شارج وكنما تعمرج دي كونديش ما تقدرش تنشط في البطولة الأولى والتانية ولكن الناس هايت تنشط بلا ما تحترم هاتك الكايد شارج الكايد شارج هذا جابوه ما عند لفيفا قال باش تكون محترف هاو اش لازم ما كان حتى حاجة ماتش قال نديروا الاحترف نعطوا اسم الاحترف ولا تلك فيرتويل ايضا نفس الاشخاص يصيروا حاجة فراضية مولدش حاجة ماشي حاجة لانعلاه الكايد الشارجي يفيكسي بزفح واج مثال تضحك نار تقرأ ويزور كايد الشارجي يقول لك لازم يكونوا يكونوا دي طوالات يكونوا فيها الصابون والشامبون هنا في للجيري كانت يعني هاد الشي هذا جميع النادي يقدر هاد الامر يجيب الماء ويجيب صابون دخل الاسطاد روح ريح برك مين تريح ما تقدرش دماغ جورنال ولا كارتون دبور باش تقعد لازم تكون تصدم الزحمة و تحب تشرب المامكاش تحب دي لبزوان تاعك ما تقدرش هذا هو ما شيد هذا هو سيبا دي كونديسون باش الكورة تقدم هذا غير على المناصر باش خليك مهدك اللعب لازم له لازم له بزاف الأمور باش هو يتطور حتى فتصير واهم مما رؤساء الانديا اللي كانوا في النظام الهاوي هما اللي قاعدوا في النظام محترف ما تقدرش أنت يا دوك رئيس اللي كنا نعرصه اللي كان يخدم لي ماتش في النظام الهاوي يجي اليوم كاي اللي ما زالوا في رئاسة نوادي الآن يجي اليوم هو يسير يتكيف ما نقوله يتكيف وش يتكيف ما ما يتكيف يتكيف يقول لي ما يتكيف ما ولا يا قادر باش يتكيف حاجة حاجة تعال الاحتراف هما سيدي سوسيتي باراكسيون يا أخي البيلون تاعكيلا كان عندك كان بلون ديفيسيتار حط غلقوا رح هذه النقطة فقط تكلم زمي اللي يجدوها على نقطة مهمة هي الأموال ومراقبة الأندية أنا أطرح فقط سؤال يعني كانت لا ديان سيجي اللي كان محمد مشرارة هو يرأسها ما كانش ما كان من مستهل لماذا الآن قالوا بلي رح يخلقوها ويشرف عليها محمد مشرارة ولكن ما شافتش يعني كان دورتها هاتي راقب الأندية من ناحية المالية ولكن لحد الآن غير موجودة لأنه ولا واحد رح يستفاد من وجود هيئة مشرارة مع احترامي ربما ما كانش رح يقوم بمهمة الرقابة على أكمل وجه هاو الاحتراف يقدرش ما يقدرش يعني شخص لأنه موضع في بلد على بلد كيف يسر ديان سيجي في فيتراصة مثلا فقط رح شوف الكموزيسون تعالي الناس على ديان سيجي رح شوف المستوى وشوف البوفار اللي عندهم ما عندهم حتى علاقة مع البالون هذا الجوج هذا بوكا هذا فسكاليس لكن ما يخلوش نادي ما عندوش ضمانات باش يشارك في المنافسة ما يخلوش يدخل المنافسة نزلوها ينزلوها 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 يعطيكم الصحة يزيد وهي بالإعلام الرياضي عمر بودي ومحمد سليماني زملائي في الشرق يعطيكم الصحة مشاهدين الأعزاء أنتما أيضا شكرا والسلام عليكم شكرا